اديل الترطب اللمون على الشاشة وبتقول معنا الارضية عبارة عن ايه؟ عبارة عن بسكوت اي نوع انت عايزاه سواء شوكولاتة سواء فانيليا وبنتحنه في الكب اهو بسكوت سادة عادي خالص هخلطه في الكب طيب ايه اللي هيمسك للبسكوت مع بعضه؟ نص كباية زبدة مزابة وهخلطهم كويس جدا عشان يبقى متأكدة ان البسكوت شرب من الزبدة وبيمسك معايا بكل سهولة بعد ما عملت كده ديق الارضية الكريمة بقى والرسة ببتاحها بقى او المقادير بتاعتها اللي هتدينا نتيجة في منتهى الجمال عبارة عن ايه رغضة كباية من عصير اللمون طبعا مفيش اكتر من اللمون دلوقتي وموجود كتير في السوق معانا ايه كمان؟ كباية من السكر بضاية وصفر بضاية علشان يديني التماسك الحلو اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت يديني لون اللمون اللي انا ببقى شايفاه برا ايه كتاني معانا؟ معلقتين كبار من النشا هو اللي هيمسك لنا كريمة بتاعتنا بشر اللمونة ومعلقة كبيرة من الزبدة بس الزبدة هتنزل امتى علشان تعملي الخليط دا كله بعد ما سويها مش في اول المقدار زي ما حضراتكو شايفين كده بسم الله ها دي المقادير بتاعتنا اسهل من كده مفيش طيب عندي الكبة طب ما عنديش كبة نونة ومش شغالة ينفع ان انا اشغل خلاط اه ينفع ان انت تشغل شغل خلاط مش هيقولك لأ هنخلط في الكبة طب نونة انا ما عنديش كبة وعايزة اعمل الوصفة دي هقطع البسكوت بايدي او هكسره بايدي عندك حاجة من اتنين يتحط البسكوت في كيس تلاجة وبالنشابة او بمعلقة خشب وتبدأ ان انت تكسريه بس يعني دي هتطلع لك البسكوت خشن شوية مش ناعم زي ما انا ما عايزة يا اما هتروحي جايبة ايه بسم الله يا اما هتروحي جايبة الخلاط حط فيه البسكوت وحط فيه الزبدة وتخلطيهم مع بعض هيقصلك برضو البسكوت وهيديك النتيجة اللي انت عايزها وهيطلع معاك في منتهى الجميل بسم الله نطلع فاصل يا حمد عناية لتنين تعالوا نطلع فاصل اكون عملت بقيت قطع السابليل اللي فاضلة معانا دي وارصها في طبقها ونطلع اكون تحانت البسكوت كمان بالزبدة عشان لما يجي اوريكم الملمس بتاعه هيكون عامل دي طبع نسخة التارت اللي احنا كنا عاملينها بسم الله لازم يتحط في التلاجة يجمد براحته يجمد براحته هو ما بياخدش وقت بس احنا اماش عايزين نستعجل عليه علشان يطلع معانا مظبوط وبنزينه بالنعناع الحلو البلد بتاعنا ده كده بيطلع في منتهى الجميل هسيبه ونبدأ فيه واوريكم عملناه ازاي بالشكل ده كده البسكوت مع الزبدة بالشكل ده كده وعندي القالب بتاع الطارت بتاعنا بقاعدة متحركة بالشكل ده انا ما عنديش قاعدة متحركة النسخة اللي انا عمليها مش عمليها في قاعدة متحركة طب انا عملت ايه والنسخة اللي انا عمليها في صنية كيك عادية خالص اللي هي دي اهي طيب انا عملت ايه علشان يطلعلي بالشكل ده كده انا جبت كيس استريتش اللي هو استريتش الغذائي رحت قصاه اكبر من القالب شوية وروحت حط البسكوت وبدأت ان انا اشكل علشان البسكوت بتاعي بالكيس الاستريتش اللي انا حطاه او بكيس التلاجة لو عندي كيس استريتش ياخد الشكل والتجزيعة بتاعت القالب وانا بضغط كده وهوريكم دلوقتي ياخد التجزيعة ده حل لو انا ما عنديش القالب ابو قاعدة متحركة ما توقفيش الدنيا بالنسبالك ربنا يسهلك عليك امورك كلها دايما يا رب بعمل الاستريتش وحط البسكوت وابدأ اضغط علشان ااخد نفس الشكل لما جيت اطلعه بعد ما جمده بعد ما خلصت الكريمة كلها وجيت اطلعه بصوا كده بص يا حمدي شايفين انا طلعته بالاستريتش علشان اشده مرة واحدة ويطلع بالشكل ده وبعد كده حطيته على طبق التقديم وروح تقصة الزيادة بتاعت الاستريتش بتاعنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالشكل اللي انتو شايفينه ده طيب انا عندي مثلا القالب وهولي بقاعدة متحركة يبقى تمامه زي الكل مش عندي يبقى احنا اتصرفنا بعمل ايه بامسك البسكوت كده بالشكل ده وابدأ ان انا اضغط عملنا القاعدة بتاعت التارت بالبسكوت بتاعنا المفروض ان انا اعمل ايه احطه في التلاجة او في الفريزر لو انا مستعجلة احطه في الفريزر ربع ساعة نص ساعة كده علشان الزبدة تشد مع البسكوت وتمسك علشان لما اجي اطلعها تطلع معايا زي الفل هاعمل كده وحطها تمسك علما بتمسك معانا الارضية بتاعت التارت هبدأ ان انا اعمل الكريمة والكريمة صدقوني جربوها عايزين تعملوها في تارت البسكوت عايزين تعملوها في عجين التارت اساسية بتطلع معانا في منتهى الجميل كل اللي انا محتاجي هاعمل ايه بصوا كده ادي عصير اللمون بسم الله الرحمن الرحيم وادي السكر وادي النشا كل ده على البارد بالشكل ده كده وادي صفار البيض وادي البضاية الكاملة وادي بشر اللمون كل ده انا حطيته على بعضه وهاقلبه كويس جدا 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 بس اللمون اللي عندي لو انا عاملة مثلا التارتاية كبيرة او المساحة كبيرة بعمل ايه بروح جايبة كباية من المياه او نص كباية من المياه عشان اللمون ما يبقاش زاعي قوي ما ينفعش ان انا احط اللمون صافي نص كباية من اللمون ممكن احطه قدامها كباية من المياه او كباية ونص من المياه على حسب اللي انت عايزاية او على حسب المزازة بتاعت اللمون انت عايزاها زيادة قوي ولا تبقى في المعقول لو انت بتحبيها في المعقول يبقى ان انت هتعملي على نص كباية اللمون هتحط كباية ونص من المياه مع باقي المئذير دي وباخلط كله كده على البارد صفار البضاية مع البضاية الكاملة مع السكر مع بشر اللمون مع النشا مع اللمون الصافي مع المياه اخلط كله كده على البارد وبعد كده ارفوه على النار طب ما هفاض الزبدة هنحطها امتى هحطها في الاخر خالص بعد الخليط ما يتقل معايا واشيله من على النار هروه حطى الزبدة الزبدة ما تتحطش معه الكريمة بتاعتي اللمون بتاعتنا و هو على النار هبدأ ان انا اقلب كده انا دوبت الاول على البارد عالشان النشا واللابيد مايكالكعوش معايا وبعد كده رفعت عالنار بصوا STUDEC BIPDAH ابقى ان انا قلبت الاول على البارد خالص كل حاجه معايا الزبدة وبعد كده رفعت عاله النار مع التقيب المستمر لحد ما يبدأ انهוא يتقل معايا وبعد ما يتقل و و وصل لقوام انا هورهولكو بروح شايله وحطى الزبدة علشان تبدأ ان هي تنسيحلي او تنعملي الخليط طيب بسيبها تبرد مثلا خمس دقيق كده او سبع دقيق بكون البسكوت اللي احنا حطينه في الفريزر بدأ ان هو يمسك معنا والزبدة تشد مع البسكوت ابدأ ان انا اطلع واروح صب عليه الكريمة واروح حط عليها من فوق الوش كيس تلاجة او سريتش علشان ما تنشفش مني وتعمل قشرة واروح حطها في التلاجة نص ساعة ساعة زي ما انتوا عاديين وبعد كده لما بتطلع ببدأ ان انا اقطعها بسكينة خالص للتقديم وسحكين وعافية على قلبكم يا رب بنزينها بقى بورقة نعناع بنزينها بصرايح لمون عندنا برطقة ناخدر نزين بيه اللي موجود عندنا نعمل بص اللون بتاعها عامل ازاي كده البيض اللي احنا حطناه استوى وريحة اللمون هايلة طيب بعد ما وصلت القوام ده بروح حط عليها الزبدة وما رفعهاش على النار السخونية بتاعة الكريمة هي اللي هتسيح لي الزبدة سخونية الكريمة انا عايزة اوريها لكم في حاجة شفافة بسم الله بصوا كده صبتها في حاجة شفافة عشان تبقى بينها قدامكم سواء قوام او لون او كل حاجة بصوا كطع الزبدة اهي بصوا القوام بتاع الكريمة عامل ازاي ما شاء الله عليه اهي حطينا الزبدة ابنتا بعد ما قفلت على الكريمة وشلتها اهي كده وما رجعهاش على النار السخونية بتاعة الكريمة هي اللي هتسيح لي طيب بعمل ايه بقى في اللحظة دي الباسكوت اللي عندي يكون مسك شوية واروح عملة كده بسم الله بصوا نعمة خالص ما شاء الله عليها ازاي بسم الله رحمن الرحيم بالشكل ده ريحة اللمون فيها هيلة 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 بالشكل ده كده واروح واغديها شايلها بالراحة خالص وتتعاملوا معها بالراحة وخصوصا لو القالب بتاعكو بقاعدة متحركة فلازم نتعامل بالراحة خالص واروح شايلة كده اهي وحطها في التلاجة لحد ما تمسك وابدأ ان انا اطلح اهي اصيبها قدامكو كده اهي تبرد براحتها او ممكن برضو نروح جايبين شرايح اللمون والنعناع ونحطها فيها مش شرط ان انا احطها في التلاجة اه نعم اه اه انا مش مستعجل اقول حاجة مايتخللش يا قصدك بالشكل ده كده وبنبدأ ان احنا نزينها باي شكل انتو عايزينه يعني احنا هنا مسلا عملنا شرايح اللمون او البرتقام بالشكل ده كده ممكن هنا اروح جايبة شريحة كده عاملها بالشكل ده كده الشكل اللي انتو عايزينه والامكانيات اللي عندكم استغلوا بي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة